ممكن أسألك سؤال شايله لك إنت بصراحة قل لي إنتما أبقيتش في المقدمات باستفادة يعني أشارتي دي بس قلت لما شوفك هسأله لك سوشيل ميديا تتحكم في الكرة المصرية على مستوى إدارات الأندية وعلى الاتحاد الكورة وعلى القرارات وعلى كل حاجة بنسبة كم في المية تتحكم السوشيل ميديا في قرارات إدارة الناجلاتي السوشيل ميديا بيوضع لها اعتبار في قرارات ان يوضع عليها اعتبار لا تحدد للمصار وإلا كانوا يبقى في حالة من الرضا عند السوشيل ميديا اللي هي بالمناسبة هي بتقسم لي فئات كتير فئة معاة فئة ضد فئة هوائية حسب النتائج لكن في النهاية طبعا بيوضع عليها اعتبار واعتبار كبير وفي صفقات كتير جات بسبب ضغوط السوشيل ميديا وفي لعيبة ما مشتش بسبب ضغوط وفي لعيبة تنجمت وفي لعيبة رغم انهم بيقدموا مردود معقول طول الوقت السوشيال ميديا جاية عليهم فبالتالي محطوطين في الاعتبارات بعيد خالص عن الاعتبارات الحقيقية اللي هو مفروض يقو فيها فطبعا السوشيال ميديا لها اعتبار كبير بعد المباراة شفت جزء العينة بينا فيه جزء من السوشيال ميديا يدافع عن إدارة النادي جزء آخر يهاجم إدارة النادي جزء يدافع عن مرسي الكولر جزء يهاجم مرسي الكولر ويدافع على من جاءوا قبلوا جزء يهاجم اللاعبين وجزء يقول لا أصلي اللاعبين دول اللي عملوا إنجازات كبير يعني إيه التقسيمة دي يعني برضو زمان كنت بفهم أن جمهور النادي الأهلي هو جمهور واحد جمهور حتى في المدرجات لو هجموا أو انتقدوا لاعب هو لاعب هيهجمه رئيس النائدي هيهجمه المدرب هيهجمه لكي أنا شايف حتى الجمهور على السوشال ميديا فيه انقسام يعني إيه اللي انقسام ده في حالة واضحة واحد واحد بقى يغلب على الطبع العام بتاع جمهوره الكرة في مصر لانتصار لوجهات النظر ده رقم واحد اهم حاجة عنده ينتصر لوجهة نظره زمان كان اهم حاجة فرقتي لو انا راجل اهلاوي ففرقتي الاهلي او زملكة وفرقتي الزمالك او اي نادجة مهير دلوقتي بقى اهم حاجة انتصر لوجهة نظر موسيماني كان اعظم مدير فني جيه يبقى انا لازم عايز ازبط طول الوقت ان موسيماني كان مشهانه غلط انا مقتنع بكولر فهشيل اي حد المسئولية غير كولر انا عندي مشكلة مع مجلس الادارة فاني هاجم مجلس الادارة ومش هشوف مشاكل اللاعب انا عندي مشكلة مع مجموعة من اللاعبين ده في بعض اللاعبين مكنوش بيلعبوا بعض المبارات اللي فاتت وقت اللاعبين بتطلع تشتن بعد المباراة بعض اللاعبين على ما قدموهم مرضوط سابق سواء بالاجاب او بالسلب اذا هذا الاختلاف من الطبيعي انه كان يبقى اختلاف طبيعي لكن انه يكون بهذه الحدة وهذا الاستقطاب وهو ده اللي مش طبيعي ومضر جدا سواء بالكررة المصرية او بالانديهة عموما جوا نادني الوحي